أهلا ومرحبا بكم طلاب أحبائي طلاب الصف العشر في هذا الفيديو سنصلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الأسبوع السادس من هذا الفصل في مادة التربية الوطنية كنوا معي سنواصل دراسة درس هوية وقمنا بمناقشة الجزء الأول منه في هذه الحصة سنواصل دراسة العيش المشترك ما هو العيش المشترك؟ العيش المشترك هو توفير البيئة السياسية السليمة والديمقراطية والقانونية العادلة التي تمكن جميع المواطنين من ممارسة جميع حقوقهم وتحقيق تطلعاتهم وأمالهم لحظ ماي هنا ستبدي رأيك في المواقف الآتية سلمة الإجراءات عنصر مهم في العملية الانتخابية كيف ذلك؟ حرمان بعض الفئات من التعبير عن رأيها ما رأيك في هذه الممارسات؟ أيضاً ما أثر الممارسات السابقة على العيش المشترك؟ لو قلت لك عزيز التالب أعطي تعريفاً للعيش المشترك من وجهة نظرك بماذا تعرفه؟ ما أوجه الشبه والاختلاف بين مجتمع يسوده الحوار الإيجابي وبين مجتمع لا يمارس أفراده الحوار الإيجابي سنرى هنا ستكتب الاختلاف وهنا الاختلاف وأين تتلاقى هذه المجتمعات؟ أتأمل البطاقات الآتية هوية أي أمة أو مجتمع هي الصفات المميزة له التي تعبر عن شخصيته الحضارية البطاق الثانية تقول إن التنوع الذي يتمتع به الأردن يعود إلى عمق التاريخ الإنساني وإلى الإرث الحضاري والثقافي الذي شهده الأردن منذ العصور القديمة التي استمرت أهميته الحضارية والثقافية عبر عصور الإسلام المتعاقبة وصولا إلى تأسيس الإمارة الأردنية عام 21 وتسعمائة وألف للميلاد التي تشكلت على أسس من الحداثة والمعاصرة والتنوع الثقافي إذ أسهمت جميع المجموعات العرقية التي تعيش على الأرض الأردنية في إرساء بناء الدولة الأردنية وبناء الشخصية الأردنية الوطنية بعد ذلك سننتقل إلى البطاقة الثالثة ونحن سنبقى ملتزمين بالقيم التي عرف بها هذا الوطن منذ نشأته ولن نحيد عنها أبدا فهذه القيم ميزت هذا الشعب بمختلف أطيافه وهي قيم السلام الاعتدال الوسطية قيم المساوى والحرية التعددية قيم الرحمة التعاضد وقبل الآخر قيم المثابرة والانفتاح والمواطنة الصالحة هذه خصائص ورثناها وأصبحت من شيم الأردنيين وسنزرعها في قلوب أبنائنا إن شاء الله في ظل هويتنا الأردنية حيث يشعر الجميع أن مصير كل فرد في هذا المجتمع مرتبط بمصير الآخرين وأن مصير الجميع مرتبط بالوطن وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا أيضاً البطاقة الرابعة رسخت الدولة الأردنية الموروثة العريقة ومبادئ العيش المشترك بين مختلف الأطياء عبر سياسات منهجية حكيمة تقوم على أسس دستورية وقانونية تؤثر العلاقة بين المواطنين والدولة وبين المواطنين أنفسهم وفقاً للمنظومة منظومة قيم المواطنة وحقوق والواجبات لاحظ معي هذه هي قيم المواطنة الفاعلة أولاً التسامح الحرية المساواة المشاركة المجتمعية الوحدة الوطنية المسؤولية وكما تلاحظ فإن الوحدة الوطنية تعد من أهم دعاء من وحدة المجتمع وتماسكه وقد سهمت القيادة الهاشمية عبر تاريخ الدولة الأردنية في تعزيزها وبناء الدولة الحديثة هنا أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين منذ تسلمه سلطاته الدستورية موضوع الوحدة الوطنية وعدها أمانة في عمق كل واحد منا وأكد جلالاته أن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يمكن أن يسمح لأحد بتجاوزه هنا تعرف الوحدة الوطنية هي الحالة الاجتماعية والسياسية في البلد التي تعبر عن وحدة الشعب بمختلف شرائحه ومنابته دون النظر في اعتبارات اختلاف المنابت وتنوع الأصول وخضوع الجميع جميع المواطنين في البلد للقانون بعدالة ومساواة هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع السادسي من هذا الفصل أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة